اشتركوا في القناة شحين على لائحة معينة بمنطقة معينة مصادر متطلعة بحسب الليبرون فايلز بتقول ان القوات لبنانية انهت المرحلة الاولى من تحضير لائحة جبال كسروان بحيث تضم كل من مرون الحلو منصور البون شوق دكاش زياد حواط وفرس السعيد ولم يعرف ما اذا كان استاذ نعمة فرام يلي كان بعده راجع من السفر من ضمن عداد اللائحة اولا قديش دقيقة هالمعلومة بداية بشرفنا يعني كل هذه الاسماء والوجوه الطيبة من جبال ومن كسروان بس انا للحقيقة رح اعلن امامك امام الرأي العام انه هذا الموضوع اولا عارن عن الصحة واثنين مصر في ولا اي اتصال مع حدا بهذه القصة وثلاثة باعتقد بانه قبل ما نوصل على شهر اتناعش او شهر واحد 2018 اي كلام عن التحالفات الانتخابية هو كلام غير دقيق ثلاثة انا عم بخود معركة واضحة معركة رفع وصاية حزب الله عن المنطقة وبالتحديد عن قضاء جبال يلي هو عم يفرض علينا امر واقع عقاري امر واقع ديموغرافي امر واقع انتخابي امر واقع سياسي وربما ايضا امر واقع امني سيبرز يوما بعد يوم وهذا العنوان هو عنوان ما بعرف ما بعرف اذا بيقدروا يشاطروني في كمية من المرشحين يلي يعني هموم وطنية طبعا موجودة انما ايضا هموم انتخابية قد تكون اليوم يعني اهم بمكان اخر بمكان اخر وبالتالي انا اعتقد بانه اليوم بكير انه ينحكى عن تحالفات انتخابية الانون يعني الانتخابات سترولة قانون وحالفات انتخابية وعنوان سياسي للانتخابات تمويل وايضا مناخ اقليمي نعم نحن بالالفان وخمسة خضنا معركة بمواجهة رموز او ما تبقى من رموز سورية بلبنان حتى سليمان فرنجي اللي هو زعيم موصوف بشمال سقط بالعام الفان وخمسة في وجه هذا العنوان السياسي بالعام الفان وتسعة خضنا معركتنا في وجه سلاح حزب الله ظهرين من سبع ايار من اجتياح بيروت من قبل حزب الله من كلام سبع ايار يوم مجيد بتكتل واسع وعريض اسمه 14 ادار خاض المعركة في مواجهة سلاح حزب الله طيب اليوم اذا المعركة بدأت انخاض على كيلو وات الكهرباء وعلى فساد البواخر يعني كلها طبعا مواضيع جدا مهمة انما ما بتعمل حالة سياسية وحيسية سياسية تقدر تخوض فيها الانتخابات اذا كان الموضوع موضوع شطارة انه وين مع مين وكيف بدي اتحالف تأخذ مقعد اضافي او كرسي اضافي كل الناس شاطرين يعني كل الناس بتعرف تدبر حالة بالطريقة اللي هي بتشوفها مناسبة انا يعني ما بشوف السياسي هيك ولا وصلتها لعمر ولها الخبرة ولها التجربة السياسية تخوض المعركة كيف ما كان وبأي اتجاه اللي كان بجبال جبال الى كرامتها كسروان الى كرامتها وكل جبل لبنان وكل المناطق الى كرامتن او بتنخاض هذه المعركة على مساحة لبنان على قاعدة تثبيت تثبيت العيش المشترك والوحدة الداخلية ووسيقة الوفاق الوطني بالطائف والسبعتاش سفر واحد وقت اللي عم بحكي ووسيقة الوفاق الوطني يعني ان لا يكون هناك سلاح خارج سلاح الجيش اللبناني وقت اللي عم نحكي سبعتاش سفر واحد يعني ضبط الحدود الشرقية من قبل الجيش اللبناني بمؤذرة القوات الدولية كما ضبطت الحدود الجنوبية من قبل الجيش اللبناني وبمؤذرة القوات الدولية هذه المعركة اللي يجبنا تنخاض كانت بجبال أو بكسروان أو بعكار أو بالبقع أو ببيروت أو بأي مكان يعني بإجابتك خطر ببالة عدة أسئلة أول شيء قلت لي المعلومة لا أساسة لها من الصحة طيب هل هي ممكن تحقيق قريبة من إمكانية التحقيق؟ لأنه كل الناس اللي ذكرتين ناس عندهم الحيثيات الانتخابية وناس محترمة بمناطقة وناس عندهم تجربتهم الانتخابية وبالتالي ما في شيء بيمنع أنه تصير إنما ما صار ولا إلى خلفية وقعية قالت أنه كمان بالانتخابات بالنسبة لجبال يعني قصة تأثير الصوت الشيعي بتكون هم يمكن من همومك بالمعركة المقبلة ما بتوافق أنه القانون الجديد حرر هالمنطقة من تقل الصوت الشيعي مثل ما نقال أنه حرر المتن من تقل الصوت الأرمني أو مناطق أخرى هل الصوت البلوك بيأثر بنتائجها بين هيد المطار؟ ما بنقدر نقول أنا بدي حرر جبال من الصوت الشيعي إذا كان صوت الشيعي ضد لي لا لاحظة إذا كان صوت الشيعي ضد لي وأنا مع تثبيت صوت الشيعي إذا كان صوت الشيعي معي أنا ما بقارب الموضوع هيك نعم أنا بقارب الموضوع والموضوع ما له علاقة بالشيعي له علاقة بنظرة حزب الله لهذه المنطقة يلي هي مفتاح جبل لبنان إذا سقط جبال سقط كل جبل لبنان بين تجمع موجود بمنطقة جديدة وبين تجمع موجود بفتوح كسروان وبين تجمع موجود بجرب جبال وتجمع موجود بسحل المتن الجنوبي جبل لبنان بشكل كامل عقاريا وأمنيا وعسكريا ساقط بين إيدان حزب الله أو نحنا منروح على مقايدة نحنوية خل النفوس معك وعطينا الكراسي وأنا هذي ما رح أعملها وهو في كتير من المرشحين بدون يعملوها بجبال وبغير جبال أنا ما رح أعملها لأنه نحنا يعني ما بنقدر اليوم كرمي الكرسي نخلق أمر واقع والأخطر من هيك هو التلاعب بالنظام العقاري بجبل لبنان من خلال مذكرة علي حسن خليل يلي صدرت في سنة 2015 ويلي حتى هذه اللحظة لم يتم إلغاءه طب إلي بال2009 كم صوت أخدت عني؟ شي عيد 200 صوت على 10500 صوت الانتخابات المقبلة أداش رح تأخذ بهالحالي؟ طبعا أنا 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 مني يعني مني موجود بالعقل بس اللي بيقلك هي إنه في كتير شباب شيعة في كتير عائلات شيعة ما بدون ينتخبوا حزب الله بس أنت بس أنت بس أنت بس أنت بتطلع من الضحية الجنوبية على لاسة أو على أفأة بتصوتي ضد حزب الله وترجع بتسرب باللال أنت وعالتك على الضحية الجنوبية وقتل أنا مش قادر أني حط مندوب بلاسة وقتل أنت مش قادر أنك تحطي مندوب بحرط حراك أنت رح تتحكمي بتنظيم هذه المعركة الانتخابية وبإدارة هذه المعركة الانتخابية وبشفافية إدارة هذه المعركة الانتخابية لا صوت التفضيلي دكتور سعاد ما بيعمل بهالمجال فرصة ما بيشكل فرصة بلا أنا باعترف بأنه إدخال النسبية على نظامنا الانتخابي وحتى الصوت التفضيلي أنا كنت بفضله على الدائرة مش على مستوى القضاء فقط حتى الصوت التفضيلي يشكل شأن إصلاحي بنظامنا الانتخابي إنما أنا عم بحكي بشكل عام ماذا يريد حزب الله من نتائج انتخابات 2018 يريد حزب الله شيء واحد تشريع سلاحه من مجلس نواب يكون طيع في يدي هو لم يحصل على ذلك بعد أو هو بالأحرى ناطر تشريع من مجلس نواب لبناني يعني تماما كما شرع الحشد الشعبي بالعراق من قبل المجلس النيابي العراقي تماما كما طلب مبالح من المدرسة الحربية أن تزور مليتا يلي هو مقام حزبي يريد هذا الحزب وهذه نظرة ليست فقط مقتصرة على لبنان هذه نظرة إيرانية ربما ربما يحاول ترسيخها باليمن بالعراق بسوريا وبلبنان كما رسخت في إيران أن يكون هناك جيوش نظامية وإلى جانب الجيوش النظامية أن يكون هناك حالة من الميليشيات تحل مكان الجيش النظامي وتأخذ النفوذ من الجيش النظامي وهي التي تتحكم بحركة هذا الجيش النظامي لو افترضنا الجاوب بهالشكل ما بده أكترية بمجلس النظامي كتلة التغيير والإصلاح حتى ما أقول كتلة رئيس كيف معه ممكن رئيس الجمهورية يقبل بتشريع جيش إلى جانب قبل قبل بس ما كان بموقع رئيسة الجمهورية مش أنا اللي قلت من بعد ما انتخبت رئيس جمهورية الجيش الضعيف وحزب الله هو عم بيحمي لبنان ما أنا مش العون اللي قالها وقالها على فضائية مصرية مش أنا اللي غيبت اتفاق الطائف والـ 17-01 من بيان صادر عن رئيسة الجمهورية بحضور أركان لبنان مش أنا اللي عملها الرئيس مش العون وبالتالي ما تقولي لي أن العماد عون لا العماد عون من خلال اتفاقه مع حزب الله ينفذ هذا الاتفاق بحذفيره طب تبعا لذلك قلت أن المعركة يجب أن تخاط بعنوان موحد وراسخ وأساسي كيف بدي يكون فيه تحالف على مستوى لبنان بظل التفاهم الثناء المسيحي مبارا يعني هذا موضوع مش مبارا بتشعر أنه راح تشبه معركة الاستحقاء البلدي كل منضع إلى أدواتها أنا منه سر أنه يعني فيه اختلاف بوجهة النظر بيني وبين القوات اللبنانية حول موضوع مش العون يعني التحالف مع العماد عون إنما أيضا منه سر أنه أنا أعترف بأنه القوات اللبنانية في تلات تقاطعات أنا ويهون ولا يمكن أنهي يطلعوا منه ولا أنا أطلع منه أنهي اتفاق الطائف أنهي قرارات الشرعية الدولية يلي هو الخيار العربي تختلف بختلف أنا والقوات اللبنية على الإدارة ما بختلف أنا والقوات اللبنية على الخيار الخيار السياسي هو خيار سياسي واضح لولا القوات اللبنانية لم يكن هناك اتفاق طائف بالعام 89 ولولا التضحيات اللي قدموها المسيحيين ما في اتفاق طائف لولا حكومة فؤاد السانيورة ولولا 14 أدار لم يكن هناك نقاط 7 و 17-01 ولولا الخيارنا العربي لكانت إيران استباحة لبنان يعني لولا الدعم اللي نحن عنا ياه من قبل نظام المصلحة العربية وبالتحديد من قبل المملكة العربية السعودية لكانت إيران استباحة لبنان هذي ثلاث تقاطعات مع القوات اللبنانية إذا ما بدون ينجوا وضوح بالطرح السياسي والانتخابي معنات أنه نحن منا راحين على الانتخابات بإطار متصل خانة يوكال بالمستقبل بتقول أنه بدأت بلورة خارط التحالفات ولا يستبعد حصول تفاهمات انتخابية بين القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية ببعض المناطق اخترت هالمعلومة لا أسألك عن الوضع المسيحي بالانتخابات أول ما صار التفاهم بين القوات والعونيين كان فيه انطباع أنه سيقضي على أمال كل الشخصيات المستقلة على أمال الأحزاب المسيحية مثل نوعا ما أصغر حجما أو هيدا مثل الكتائب مثل الأحرار مثل غيره اليوم بعد كل هذه الفترة نفس الانتباع أم أن هناك تبدل بمزاج الشارع المسيحي بداية عملية الاختزال أنه في حزب اثنين أو ثلاثة أو عائلة أو شخصية بتختزي المجموعة أكانت مسيحية أو غير مسيحية مرفوضة بس ما كانت هيك أول ما تحقق ربما كان فيه كلام بهذا الاتجاه إنه مدى كلام لا يمكن أن ينطبق على الواقع في لبنان وخاصة على الواقع المسيحية اللي هو واقع متفلت من أي إدارة موحدة أو من أي اختزال بطبيعة يعني النسيج الاجتماعي المسيحي لا يمكن أن يختزلوا المسيحيين بفريق أو بأخوة وإلا يعني شو اللي خلى الناس بالعام 88 تعطي هذا الدعم لم يشنعون إلا محاولة اختزالهم من قبل قوى الأمر الواقع يعني اعتبروا رغم التضحيات اللي قدموها القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية لحماية المناطق المسيحية اعتبروا أنه هذا الاختزال يعني ما بيمثلون علينا أن نذهب إلى خيار آخر واليوم إذا يعني أيضا في هناك من يعتبر بأنه علي أن يختزل الجو المسيحي ورح يتفاجأ بأنه المسيحيين أبدا من ننهيك وأنا برأيي هذا ينطبق وينسحب على كل الجماعات في لبنان وليس فقط على المسيحيين قد يكون للمسيحيين حالي من الاستقلالية السياسية أفضل من الجماعات الأخرى بسبب يعني خلينا نقول الشخصانية المسيحية اللي هي يعني موجودة ثقافيا وموجودة بالممارسة وبأسلوب العيش المسيحي قد لا تكون موجودة بشكلها الواضح والكامل عند الجماعات الأخرى إنما أكيد ما فيه اختزال أولا اثنان حجر بمحله أمطر أكيد الكتائب في عندهم أمكيني أوهاية فيها وأكيد الكتائب ما حدا بيقدر يعمل حسابات انتخابية بالوسط المسيحي بدون ما يخلهم بعين الاعتبار كما أنه فيه شخصيات مستقلة موجودة بالمناطق كمان ما فيك تعملي حساباتك الانتخابية إذا ما بيك تخليها بعين الاعتبار يعني المنطقة ما أنا منطقة مختزلة من قبل وجهة نظر اللي بيقربك من شخصية سياسية هو الطرح السياسي واللي بعدك عنه هلأ فيه طبعا الناس بتقرب وبتبعد وفقا للمصلحة فيه ناس اليوم قاعدة داخلي عند الدكتور سامير جعجع ما كنا نشوفها وقت اللي كان فيه ظلم على فريق القوات اللبنانية فيه ناس قاعدة داخلي عند العماد عون ما كنا نشوفها وقت اللي كنا عم نطالب بعودة العماد عون إلى لبنان بمرحلة الويصاية السورية وبتالي فيه انتهزية انتخابية صحيحة موجودة إنما هذه ما بتمثل تحالف سياسي حقيقي هلأ بعشرة أيلوليو قال إنه رح تصير الانتخابات الفرعية بكسروان وبترابلس ما بتصير على المقعدين لا ما رح ت طب إذا صارت ما بيسترجوا يعملوها لا العماد عون بيسترجوا يعملها ولا القوى السياسية الأخرى بيسترجوا يفوتوا بانتخابات لا بطرابلس ولا بي لو فردنا بدا تصير تفتكر إنه بتكون هيك مثل درس أو رسالة ما بتصير ليش بدون يحطوا قبل بسنة من استحقال نيابي جس نبض ما بيعرفوه جس نبض يعرفوا تماما إذا صارت الانتخابات اليوم بدوا يصير فيه انشقاقات بالتحالفات الشكلية القائمة وبتصور إنه هنه في حال بدون ينفصلوا ما بينفصلوا بانتخابات فرعية بينفصلوا بانتخابات نيابية عامة رئيسية وعلى قاعدة طرح سياسي حتى لا يكون الانفصال أيضا انفصال انتهازي أكتر المناطق حماوة بالشمال هل بسبب بخلفيتها انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة؟ أكيد بانتلات مرشحين؟ أكيد 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 سمير جعجع هو يحق له بلأيي أنا أكثر من غيره بكتير أن يعني يطمح أن يكون رئيس جمهورية لبنان وأكيد الوزير بسيل يعتبر بأنه يعني هو خليفة الدماد يعني للعهد صهر العهد بيسموه بالترك الدماد دبع العهد والوزير الفلنجي يعتبر نفسه ابن سلالي تاريخي ويحق له أيضا نظرا لشرعيته الشمالية والمسيحية أن يكون رئيس جمهورية وأكيد هذه الانتخابات ستكون انتخابات محورية على قاعدة رئاسة الجمهورية ولكن المحس المقبل لن ينتقل بس ما حدا يشيل من باله أن الشرعية المسيحية لا تنتزع إلا بجبل لبنان لا تنتزع بالشمال الشرعية المسيحية تنتزع في جبل لبنان المعركة بجبل لبنان إذا كانت المعركة إذا كانت المعركة بجبل لبنان مثل ما عم يبدو أنه محسومة لمين لمصلحة مين أنا بدي أسألك أنا بقولك محسومة بفقا لهذا القانون يلي عملوه ويلي هللوا فيه ويلي طلوا على التليفزيونات وقالوا أنه هذا القانون هو عظيم هني أول ناس رح يدفعوا تمنوا هذا القانون وأكتر ناس هو الطيار الوطني الحر ما هو بالعكس اعتبر الطيار الوطني الحر أنه ضحى هادي من بعد ما طلع القانون نعم عملوا الحسابات يعني بعد ما طلع القانون أخدوا يعني موقف استباقي إذا دفع تمنوا هذا القانون بالانتخابات وبنتائج الانتخابات القادمة تيقولوا استنادا على ما قلناه إنما هني يا لطيف قعدنا ستة شهر يخبرونا قداش فيه يعني شخصية بتطلع كل يوم كل يوم كل يوم جرائم زادت 20% وهلأ فيه جديد جديد هالجرائم بدومها وقصة سلسلة الرتب والرواتب وقدم من الله بعد المصر اشتركوا في القناة